مجلس العسكري الانتقالي دفع برده على وثيقة الإعلان الدستوري لقوى إعلان الحرية والتغيير فالمجلس رغم إشارته إلى نقاط متفق حولها في الوثيقة إلا أنه كشف عن نقاط أخرى قال إنها تحتاج إلى إضافة في وجهة نظره أبرز هذه الملاحظات أن وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير أغفلت اللغة الرسمية للدولة كما أنها لم تنص على مصادر التشريع في البلاد فضلا عن أنها لم تشر إلى دساتير الولايات مع تحديدها للفترة الانتقالية بأربع سنوات وتحديد أجل نهاية المجلس التشريعي وهي نهاية الفترة الانتقالية وأضاف المجلس أن الوثيقة مثلت إرادة حقيقية نحو إيجاد مخرج آمن للبلاد يقود للاستقرار والديمقراطية والعدالة رغم أنه لم يستبعد إجراء انتخابات مبكرة في حال الوصول إلى طريق مسدود تقول قوى إعلان الحرية والتغيير إنها تسلمت رسميا رد المجلس العسكري الانتقالي على مقترحها الذي يشكل رؤيتها لحكم المرحلة الانتقالية في السودان بيد أنها أكدت على أن رد المجلس سيجد اهتماما منها وستعقد اجتماعا لمكونات قوى إعلان الحرية والتغيير للرد عليه في أسرع وقت سعيا للوصول إلى محطة نجاح الثورة وهي انتقال السلطة كاملة إلى المدنيين رغم تمدد ما سماها الدولة العميقة النظام ما يزال موجود لحد اليوم ويتحكم في كل مفاصل الدولة السودانية النظام مسؤول لحد اللحظة النظام السابق مسؤول من أزمات الحياء اليومية في الشارع السوداني مسؤول من صفوف الخبز والبنزين والجاز وهذه المشاكل لا يمكن أن تحل إلا بتفكيك كامل للدولة العميقة في السودان ولا يقدر على تحقيق هذا إلا السلطة المدنية الانتقالية أما في ميدان الاعتصام أمام قيادة الجيش يواصل هؤلاء اعتصامهم لأكثر من شهر بل ويصرون على تحقيق كامل لمطالب ثورتهم التي لم تتحقق مكاسبها بعد في وجهة نظرهم طالما أن العسكر لا يزالون يحتفظون بالسلطة أسامة سيد أحمد الجزيرة الخرطوم